سؤالنا النهاردة بيقول لحضراتكم أول تجارب تحمل المسئولية دايماً بيكون فيها حاجة صعبة أو حاجة مضحكة ابعتوا لنا تجاربكم في أول مرة تحملتوا فيها المسئولية طبعاً على سؤالنا الموجودة على صفحاتنا المختلفة على السوشيال ميديا وإحنا هنسترد مع حضراتكم الإجابات دلوقتي ناخد إجابات السيد هاجرس بيقول عندما يتحمل مرة المسئولية كاملة عن حياته يصبح حراً تماماً فيتمكن من اتخاذ القرارات في حياته والقيام بالأمور التي يرغب بها أو عدم القيام بها نسمة ناجي بتقول حاجة غريبة شوية أنا يعني عايزة فهمها منك يا نسمة أكتر بتقول صباح الخير تحملت المسئولية لنفسي بعد دخولي الجيش فوراً وأنا بنت صغيرة بعد مرحلة الأعدادية مباشرة كنت بسافر كتير لأماكن بعيدة لحد دلوقتي المسئولية بتكبر وبتتشعب بعد وجود الأولاد والمواقف اللي حصلت لي لعمري ما هنساها أو الفلوس خدتها قلت لازم اشتري حاجات حلوة ممكن دي كمان من الحاجات اللي انت كنت بتتكلم فيها لما المرتبات وكده وانه ازاي أقلم نفسي على الفلوس اللي أنا باخدها دي مسئولية كبيرة كمان طيب في عبدالقادر مري بيقول صباح الخير عليكم نورين تحمل المسئولية تصرف صحيح واجب وقت الشدة والحمد لله لكل حال وفي حفظ الله كمان فيه اي تاني صباح وجهان بتقول صباح الورد محمد وبسانت وليندا او التحمل للمسئولية لما دخلت كلية التربية واكتشفت ان النجاح في مواد التربوي والدراسات الاجتماعية لهم معايير مختلفة وكان بتذكر المادة كويس واحيانا كان بتشيل المادة في الدورة التانية يعني ضمن معايير مختلفة يعني دي تحمل المسئولية مهيكة مدموعة من الإجابات اللي جات لنا واحنا دايما عندنا في صباح الخير يا مصر فقرة أسبوعية بنتكلم فيها عن تربية أولادنا النهاردة هنفتح باب المناقشة عن موضوع مهم جدا هو ازاي نربي أولادنا على تحمل المسئولية ازاي نعلموا ان هما ياخدوا قراراتهم بنفسهم ازاي اقدر كامل ان انا اقوي شخصية ابني عشان يقدر يتصرف في اي موقف بيتعرض له اسئلة كتيرة هتجاوبنا عليها طبعا ضفتنا اللي بنورانا في الستوديو الأستاذة ماريام متحت مدربة التربية قليل إيجابية للأطفال اللي بنورانا صباح الخير عليك صباح الخير يا ماريخ امتى ابدأ مع الطفل اعلموا ان هو يتحمل المسئولية ببدأ مع الطفل خطوة بخطوة من هو صغير قوي يعني انا شايف انه الامثلة اللي جات كلها تتكلم على الجامعة وعلى سنين بعد كده لكن احنا محتاجين نبدأ مع الطفل من هو عنده سنتين تلات سنين ندي مسئولية صغيرة زي انه هيلم اللعب وراه زي انه هياخد مصروف معين ولو احنا هنوقف عند الكشك هقوله انت هنجيب حاجات بسبعة جنيه هنجيب حاجات بعشرة جنيه انت توقف تختار فلو انت عايز الشكرتية الغالية فانت محتاج تبقى عارف انت هتجيب حاجة واحدة بس لو هتقسم الفلوس دي على حاجات مختلفة انت هتبقى عارف انت ممكن تجيب حاجتين او تلاتة من سن صغير قوي من اول سن سنتين تلات سنين شوية بشوية بقدر اعلم فكرة المسئولية خطوة بخطوة لغاية ما تكبر معاهم صعب قوي ااجي بعد ما يكونوا كبروا قوي وابتدي اتكلم على المسئولية في المذاكرة والمسئولية ويتحمل نتيجة اخطاءه والمسئولية في السواق اواء 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 لو انا مش بذية من السن الصغير خالص ان انا نعلم خطوة بخطوة بحس ان احنا كمان المشكلة اللي بنقع فيها كاهيلي الفكرة بتاعت الحماية الزايدة يعني اوقات كتيرة جدا بنكون احنا واقفين ما بين ولادنا وما بين النتائج اللي هم المفروض بتحصل لأفعالهم في الحياة علشان نحميهم فمثلا الام اللي بتحضر لولادها شنطة المدرسة علشان لو نسي كتاب الدراسات المسطر في المدرسة هيهزأوا قدام سحابه فحيضايق اوي فأنا هنا وقفت ما بينه وما بين المسئولية وما بينه هو يتحمل ما بينه هو يتحمل المسئولية دي وبعد كده ايجي بعد كده اقول انت ليه ما بتحضر milligram تلك انت ليه ما وتعاملش كلا وانه هتعودت اعمل له الحاجات دي او ان انا ابعت للمسطر اقوله انه هو معلمش ما عاملش الواجهب النهارده عشان هو كان عيان اوي انا هنا ما بعلموش يتحمل المسؤولية فأنا بحس أنه من أكتر الأخطاء اللي بنقع فيها بالزيد كمجتمع شرقي والأمهات قلبها قوي على الولاد فبنحب حب غلط كده بيقول أن احنا عايزين نحميهم وعلشان ما يحصلهمش حاجات فمش بيتعلموا المسؤولية في الآخر الشخصية قوية عند الأولاد والبنات في السن الصغير إزاي كأم أو أب ألميها عندهم حلو قوي أول حاجة أنا محتاجة أنه أنا أسعيدهم ياخدوا قرارات من هو صغيرين يعني أنا بنشوف كتير قوي ناس عندها 30 و40 سنة ولسه فكرة التراد وفكرة جمدة قوي في حياتهم فغالبا ما تدوش ياخدوا اختيارات أو ياخدوا قرارات من هم صغيرين قوي من هم صغيرين قوي أنا بخليه يختار هتلبس دولة ده النهاردة تحب النهاردة هنأكل الأكلة دي واللي هنأكل الأكلة دي فبتدي من الأول أدي اختيارات الحاجة الثانية أن أنا أكون عارف أنه فكرة العند اللي كنا نشكي منها كأمهات هي قوة شخصية لو أنا عرفت أبص على فكرة العند أنه ده حد شخصيته قوية وأنا بس محتاج أشتغل بأسليب مختلفة علشان أوصل للهدف اللي إحنا عايزينه بدل ما أقسر الحتة دي فيه يعني بدل ما قوله لأ أنت هتسمع الكلام غزبا عنك علشان أنا ماما علشان مش عارف إيه علشان أنا قلت كده لو قسرت الحتة بتاعت العند من غير معرفة استخدمها صح ليه ترقون بيبقى سعب قوي أن أنا بعد كده أقول أنا عايزه يبقى شخصيته قوية لأن هي الشخصية القوية بتبيني إزاي وإحنا صغيرين في العند أنا عايز أعمل حاجة ومصمم قوي أن أنا أعملها وده ترميند أن هي تحصل ولكن بما أني صغير ومخي غير مكتمل النمو فبأخذ قرارات خطئة فبقول أنا عايز أعمل حاجة والحاجة دي مثلا أنا عايز روح نتيتا والسلاح 11 بالليل فهي مخه مش جايب أنه مش الوقت المناسب أو مش جايب أنه نعمل كده دلوقتي ولكنه مصمم على الفكرة دي فأنا بأحي أو بشجع فكرة التصميم والإرادة وبتزي وضح له الصورة بدل ما أقول لا أو ما بينفعش وإنت غبي وإنت مش فاهم وإنت مش عارف حاجة بقول أنا فاهمك كويس قوي أنك نفسك تعمل كده مستوعبك كويس قوي أنك نفسك تعمل كده وأنا كمان أحب أروح نتيتا هنقدر نعمل كده لما الساعة تكون بتشاور على عشرة هنقدر نعمل كده أول ما الشمس تطلع بكرة صبح ساعة بقوي نروح للناس بالليل فأنا مش بكسر الحتة بتاعة الشخصية والعند من هما صغرين بالعكس بأشتغل عليها وبقول أن هي كويسة وبس بحاول أحدد أحط له بعض الظروف بعض الوضوح في اللي هو مش شايفه علشان اللي هو نفسه فيه ده يبتدي يتحقق عظيم احنا كنا عايزين برضو وكنا حريصين نحنا نعرف الأباء والأمهات بيربوا ولادهم إزاي عشان يخرجوا شخص اعتمادي أو أن هما يخرجوا شخص صاحب قرار وقادي أنه ياخد القرار المناسب في الوقت المناسب فعشان كده نزلنا الشارع وسألنا الأمهات والأباء إزاي هتسيب ابنك يعتمد على نفسه هل بتدخل فيه حياته الشخصية تعالوا نسمع إجابات الناس التربية الإيجابية مصطلح بقى موجود كتير الفترة دي ولكن هل التربية نفسها في حاجة اسمها إيجابية وسلبية أب هل التربية نفسها لها أسليب ومعايير أساسية بنمشي عليها هنروح للوقت نسمع ونشوف قرار الشارع المصري يلا بينا عندك عندك أولاد وسنهما ديه عندي أولاد وكبار ديه مخلصين جامعة وواحد معا دبلون تجارة عندي ولدين 21 سنة و19 سنة إزاي بتتعاملي معاهم هل بتسبيهم ياخدوا قراراتهم بنفسهم ولا بتتحكمي في قراراتهم وتقول لهم بتوجيهم بالطريقة اللي انت عايزك يحاولوا يختاروا يعني حتى لو في هدومهم في حاجات بسيطة يحاولوا أنهما يختاروا بنفسهم ما تحكمش في رأيهم وهم مظهرين بقى 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 بوجيهم وبقى بطبعهم ودي كل ما بيكبروا بقلل طبعاً التوجيهات لا أنا بفضل هما ياخدوا قراراتهم براحتهم والدنيا أتعلمهم بس مع أني أوجه لهم النصيح فيه قرارات معينة لازم نتناقش فيها أنا وهو فيه قرارات هو بيأخذها الواحدة لما تكون قرارات سهلة كده ما بفردش رأيه بس بنوض نتكلم ونكنع بعضينا وباسبع أنا قلتلك رأيه انت اختاري وهم صغيرين بقى إزاي علمتيهم ده إزاي فهمتهم أنه قرارهم هو مسؤوليتهم وإزاي أنه هما يتحملوا مسؤولية قرارهم بالتدين يعني الالتزام بمواعيد الصلاة إنك تعرف ربنا الدين معاملة لازم يكون فيصلة حوار بين الأب وأولاده والأم وأولادها والأم أكتر لأن الأم هي اللي بتقعد مع أولادها أكتر بالحوار يعني نيجع على النقاط اللي هي المهمة وأقول دي مثلا لها سوء عمل وده ما سوء عمل طبعا إحنا ساعد نوم الأول مثلا ما تعملش كلها غلط بجيء الصح حتى فلا ما عرفش إيه الجيران طبعا إخواتنا الحاجات دي هل بدأ طربيت فرائي في المعاملة دي في الطريقة دي بين الولد والبنت هل إنه هل وقت دي طريقت والبنت دي طريقتها ما زلت تربيتي قديمة والولد عندي راجل فليه قدسيته واحترام فالبنات بيبفاهمين كده وده درس للبنت إنها تتعلم مهانا المفروض طربوية الأم مدرسة بعلمها إنها تطلع إزاي تحترم جوزها لو ما عرفتش إزاي إن أخوها ليه مكانة أعلى هي مش هتعرف إن جوزها ليه مكانة أعلى وبالتهيال يبقى أنا كده حققت إن المجتمع شيء كويس في الزمن اللي إحنا فيه بص هي البنت دلوقتي زيها زي الولد بس هي على زي ما بيقول لك إزرع النبتة كويس هتحسن حاجة كويسة هل بنلجأ بقى للأساليب إحنا ممكن نضربهم ولا الطريقة بتاع التقوضية بتاعزباني الشبشي بجنبي واللي هيسمح الكلام واللي مش هيسمح أوحور بص ده حصل بس السن مثلا إيه في أوائل ابتدائي كده ليه علشان المذاكرة فقط لغير ده لازم الشبشي بدأ أكيد في أي أسرة مصرية لازم في أول حاجة العنف دلوقتي مع الجيل دوت ما بينفع أنا عجبني طبعا أنه قالوا في الأول هنتكلم وبعد كده في أساليب أخرى يعني دخلت في آخر اللقاء قالت في الأول هنتناقش وقت جاءت لك الشبشي بجنبي يعني خليني أسألك ساعات كتيرة بتكلم حتى مع أمهات على فكرة صغيرين في السن ومش هقولك مثلا أنه ده التعليم القديم أو الطريقة التربية القديمة لا موجودين بيقولوا إحنا بنطلع عن شعورنا الأولاد ساعات يعودوا يقولوا ليه وليه وليه مئة ألف ليه ويبقى ساعات الأم طبعا جاية من الشغل وعملت الأكل وعادة بتذكر ويومها طويل وخنقة مع الجزء عندها يومها برضو مليان وأولاد كتير بيسألوا ليه في الآخر غزبا عندها تروح أرصاة تروح مش عارفة عاملة إيه يعني أنا بحاول شوية ما أقولش الأساليب البلي مسافات طويلة فعايزة أعرف ساعتها يعني الأمهات اللي بتوصل للمرحلة دي من الضغط النفسي أنت ممكن بتتكليني معهم إزاي عشان يهدوا النرفازة دي عشان كده لما بنيجي دايب نتكلم فوارج بنتكلم على الأهمية أن أنا أخذ بلي من نفسي أهمية السلف كار أهمية أن أنا أكون عارفة إيه الحاجات اللي بتهديني وإمتى بوصل لآخر درجة من العصبية لدرجة أن أنا ما بقاش عارفة أكونترول بعد كده التصرفات اللي بتخرج مني إن بارح كان عندنا تدريب تابع وزارتها تضامن مثلا في الفيوم وكنا بنكلم على الموضوع ده وكنا بنقول أنه مهمة أوي أن أنا أخذ شوية وقت النفسي ومهمة أوي أبقى عارف أنا إمتى البوينت اللي بروح قالب فيها دي اللي بكون هدية 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 واجي مرة واحدة يعني إيه أخذ وقت النفس أخذ وقت النفسي يعني أهتم بنفسي أكون عارفة أنه أنا محطوطة فين مثلا في يومي أنا كأم مسؤوليات كثيرة جدا بالذات لو أنا أم بتشتغل مسؤوليات كثيرة قوي خلال اليوم أنا فين العشر دقيقة فين الربع ساعة فين ونوصف ساعة بتاعتسي أنا اللي في اليوم ده أنا إيه الأسليب اللي بتساعدني أهدى ويأخذ شوية وقت فأعرف أبقى أحسن في أدائي مع الولاد أنا إمتى بيأخذ بريك من الولاد شخصيا ومن الشغل أنا إمتى بافصل أنا إزاي بطلب مساعدة من السابورت جروب اللي حوالي أو من مجموعة المساندة اللي ممكن تكون موجودة حوالي الموضوع بيأخذ مجتمع كامل وقرية علشان نعرف يا ربي طفل فده اللي احنا نتكلم عليه في حتة دايرة المساندة فين دايرة المساندة بتاعتسي أنا وواحدة ساحبيتسي وإحنا الاثنين بنعيني من أنه الأطفال بتزن طول النهار طب ممكن هي تاخد ولاد يوم الاثنين وأنا أخذ ولادها يوم الأربع فأنا يوم الاثنين أفصل وهي يوم الأربع تفصل إزاي بدور على أسس على طريقة على أفكار الولاد هيروحوا يزنوا عندها برضو أكيد مش هسكرتوا طب أنا بس في نقطة مهمة كنت عايزة أتكلم فيها معاكي من إجابات الناس اتفاضل احنا دايما في العلاقات الزوجية بيبقى عندنا مشاكل في اتخاذ القرار مين ياخد القرار والمهم أنه يكون قرار صح مظبوط في الغالب الرجالة بتاخد القرار وفي بعض الرجالة طبعا بتحتاج معاونة زوجاتهم أنهم ياخدوا قرار ويكون القرار قرار صائب دا المهم القرار قرار صح في النهاية لكن في خلافات بتحصل نتيجة اتخاذ قرار خاطئ من طرف من الطرفين ومن إجابات الناس في حد قال أنا عايزة أربي ابني راجل فيه واحد قالت أنا عايزة أربي بنتي عشان لما تتجوز تحتوي زوجها ويكون في تفاهمة بينهم شايف أهمية نقطة زي دي ازاي؟ أهمية أنه نقطة أنه نحن ناخد قرارات أنه نربي ولادنا على اتخاذ القرارات بحيث أنهما لما يتجوزوا يعرفوا ياخدوا قرارات في بيوتهم ويحافظوا على بيوتهم طبعا أهمية اتخاذ القرارات بتحصل زي ما بقولك من سنه صغير قوي يعني لو أنا ابني طول الوقت أنا باخد له قرارات ما هو بكرة هيروح مدرسة لما هيروح مدرسة وهيطر يتحط في موقف محتاج ياخد فيه قرار أنا اللي محتاجة أكون مساعدة ومسندة في الحتة دي وأنا اللي محتاجة أكون كمان بقدم الكضوة في ده يعني أنا بقدم الكضوة في فكرة المسؤولية بمعنى أن أنا أقول مثلا نهاردة أنا على فكرة نهاردة مليش مزاك خالص هروح الشغل بس أنا اتفقت ومدائم عاد وفي ناس مستنياني فأنا لازم أكون مسؤولة ويكون موجودة في الميتنج اللي جاي الفلاني أنا على فكرة نهاردة مش قادرة أقوم أعمل أكل خالص بس أنا عارفة أن أنتوا جعانين وعارفة أن أنتوا معتمدين علي أن أنا هكون حتى غدا نهاردة فهقوم أعمله حتى وأنا مش قادرة لما أنا ببتدي شوية بشوية أدي أمثلة من حياتي أنا أنه إزاي مش دايما المسؤولية بتبقى سهلة مش دايما أتخاذ القرار بيبقى سهل أنه مش دايما بعمل المسؤولية وأنا يعني مبسوطة قوي متحمسة قوي لا أوقات كثيرة بنروح الشغل وإحنا متضايقين أو تعبنين أو حملة أوقات كثيرة قوي بنعمل حاجات بس محتاجين بقى نوري للولاد نوضح لهم أنه علشان هي مسؤولية أنها عملها حتى وانا مش حاسس أنها ألز حاجة أنا نفسي عملها النهاردة تاني حاجة أن أنا ساعد في أن هم يفهموا يعني إيه أخطاء وإن زي الأخطاء دي حاجة مقبولة وبتحصل في طريق إن أتعلم ياخد مسؤولية وأتعلم ياخد قرارات لأن إحنا أوقات كثيرة جدا نقول للولاد ياخدوا قرارات وبعد كي يعملوا قرار غلط فنقول بص بقى لما سبتك تختار عملت إيه هو طبيعي قوي على ما إحنا نتمكن والحطة دي تبقى عضلة شغالة عندنا كويس إن إحنا ياخد قرارات إن إحنا هنغلط في السكة هنغلط في الطريق أسمح بكم غلط أو لسن قد إيه على حسب كل مرحلة عمرية وعلى حسب الموقف ده هو تعرض له قد إيه يعني لما إبني يكون عارف على حاجة معينة وإحنا تكلمنا فيه عشر مرات هقول لأ خلاص إحنا فاهمين الموضوع ده وتكلمنا فيه عشر مرات قبل كده لكن أول موقف موقفين تلاتة هو معرفش يديرهم ولما رجع أنا تكلمت صح قلت إنه على فكرة كلنا بنعمل أخطاء ماما أو مشكلة المرة بتاعمل تقرار بيكون صح من أول مرة إتس أوكي بس المهم إن إنت أتعلم من غلطك طب قل لي بقى المرة الجاية لما تتعرض للموقف ده هتعمل إيه طب قل لي المرة الجاية لما تاخد مصروفك هتعمل إيه عشان ما يخلص في تاني يوم زي من حصل المرة اللي فاتت وفي نفس الوقت ما تخلش بقى أنقذ يعني في خلال الأسبوع بقى ما تخلش أنا عشان هو أخلص مصروفه أعمل إيه طب خد دي حبيبي طب قل لي بابا عايز مش عارف إيه نرجع لنفس نقطة الوصاية الزايدة أو الحمال الزايدة بالضبط عشان أنت هو يتعلم إنه نتيجة قراراته دي بتبقى عائدة عليه وأعمل ده بحب وحزن يعني محتاج يكون فيه لنك ما بين حتين دوله لأنا أقول له أنا عارف حاجة بايخة قوي إنه مصروفك يخلص خلص بدري النفسي أساعدك قوي وإنت عارف إن إحنا ما بنتجعش في الكلام وإنت عارف إن إحنا عندنا رقم معين ولو كل مرة هنصرفه هناخد أكتر ده مش مناسب بالنسبة للموم فبعمل كده مش بطريقة ما أنت خلصت بقى فتستاهل ما أنت خلصت بقى فما فيش تاني ما أنت كان مفروض تفكر بقى في الموضوع يعني مش بالطريقة دي لكن بطريقة إن أنا موجودة هنا في ظهرك علشان أساعدك وأعلمك وألونج دوي أنا موجودة هنا أسندك في أن أنت تتعلم تاخد قرارات صحة طيب الأوقات كتيرة قوي الأهالي ممكن يكونوا شايفين أولادهم بزيد في سن أكبر شوية بياخدوا قرارات غلط مهم أن نحن نديهم المساحة بتاعتهم أنهم ياخدوا قرارات بنفسهم لكن إزاي قادر أن أنا أتدخل بطريقة ما تكونش مباشرة أن أنا أخذ لهم القرار لكن أن أنا أساعدهم في اتخاذ القرار الصح بالذات لو أنا شايفه هنحرف عن المصاري اللي أنا شايفه صح مفهوم أنا رأي أنه فيه تلك نقطة بقى للحتة دي النقطة الأولانية أن أنا أكد شعورهم وأقول لهم أن أنا معيهم يعني لازم في أول حتة أقول أنا عارفة أن القرار ده صعب يعني أوقات كثيرة جدا نلاقي أمهيت مثلا في دخول الجامعات بتوع الولاد وهما بيختاروا جامعات أو بتاع أنسي يعني خلاص آخر الدنيا ما كل صحابك عارفوا يختاروا أنسي ليه مش عارفة تختاري أنا عايزة أتجنب الأسلوب ده إنه هي أنا عايزة أقول أنا متفهمة أنا عارفة أنه ده مش قرار سهل بالنسبة لك أو أنا عارفة أنه مشعرك رايحة ناحية الولد ده أنا فهمة أنه أنت دلوقتي بتمر بالأزمة دي أنا عارفة أنه سعب تفقد صحاب وتغير مدرسة وتروح فلازم أول حاجة تكون أن أنا بأكد على شعوره بقول أنا فهمك أنا عارفك أنا حاس بيك أو أحسسه أن أنا معك في نفس النقطة دي أنا أنا حاسس بيك كويس أوي بالضبط لو عندي مثل على حياتي الشخصية أقوله أنا برضو أنا في سنوي حبيت ولد أنا برضو أنا داخل الجامعة اترددت أوي أنا برضو أنا مش عارفة إيه حصل كده فبدي مثل من حياتي الشخصية تاني حاجة بساعده في التفكير في أن أقوله تعالى بقى نحط وراء وقلم ونحط الحاجات الكويسة والحاجات الوحشة في كل قرار من دول تعالى أقولي أنت إيه الأولويات بالنسبة لك ولو حطينا القرار ده في مقابل الحاجة اللي أنت نفسك تعملها لما تكبر تعالى نوازي ما بينهم هما الاتنين أساعد في طريقة التفكير مع بعض النصح في خلال الكلام ولكن مش الكلام اسمع كلامي ولو ما سمعتش كلامك وبر الأم وأنا عارفة أكتر منك وأنا عيشت سنين كل الخبرة دي كويسة بس محتاجة تتحط في وسط الكلام وبنصح بطريقة لطيفة بس مهمة كمان أن أنا أعمل ده كذا مرة أعرف أن الولد الصغير ده هيبقى كل شوية بيمر بمود سوينكس كده أو كل شوية بعايز الريافرميشن أنه ماما تقعد معي وتقعد تقوله أنه أنا حاسة بيك وفهمك أكتر من مرة في حياته ماريام أنت في التينة جدا جدا نتمنى أكيد من كل المشاهدين يتفرجوا علينا النهار ده يكونوا استفادوا من الفقرة الحلوة قوي دي نحن نربي أولاد أكيد قادرين أنهم يتخذوا القرارات المناسبة بتحمل مسؤولية لكن في نفس الوقت طبعا بدون تهميش لدور الأب والأم تماما وتعلمنا زي نتعامل مع الأطفال بشكل عام كل شكر ليكي ماريام متحط المدربة للتربية الإيجابية للأطفال والمراهقين شكرا ليكي شكرا ليكي